ترجمة نانسي قنقر 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 مقارنة بوضع البحرين هناك زيادة تدريجية ونتوقح سيكون هناك طفرات وهي طبيعية نسمي طفرات متوقعة في حالنا إلى الذهاب إلى الكشف للحالات الموجودة في المجتمع فهذه هي حالات متوقعة لكن الهدف هناك زيادة تدريجية فزيادة في العدد الحالات لا يعني هناك مشكلة لكن يعني أننا نحن في صدد احتواء هذا الفيروس بأسرع وقت ممكن ترجمة نانسي قنقر